خلال المحادثات التي تمت بين دول أوبيك وحلفائها ووزراء نفط مجموعة الدول العشرين برزت ما سمي بالعقدة المكسيكية والرفض المكسيكي للتخفضات الكبيرة للإنتاج ما الذي دفع المكسيك إلى التريث قبل اتخاذ قرار بخفض إنتاجها وما هي الضمانة للمكسيك التي تدفعها إلى الثقة بعدم الذهاب إلى تخفضات كبيرة في الإنتاج المكسيك عارضت هذه القرارات لأن الحكومة المكسيكية تمتلك ضمانة تحميها أمام انخفاض أسعار النفط خلال العقدين الماضيين فهي قامت بشراء ما سمي بالأوبشنز هذه الضمانة تسمح للمكسيك ببيع النفط بسعر معين تحدده من سنة إلى سنة يعني يتغير هذا السعر وتدفع مقابل هذه الضمانة أو مقابل ما يمكن تسميته بالإنشورنس بوليسي أو الأوبشن تدفع قرابة مليار واربعمائة مليون دولار وهذا يعطيها الحق ببيع نفطها مقابل تسعة واربعين دولار للبرميل في حال تراجع السعر دون هذا المستوى يعني حتى لو كان السعر أقل من تسعة واربعين دولار تستطيع المكسيك بيع نفطها بهذا السعر وربما هذا من أحد الأسباب الذي دفع المكسيك إلى التريث واتخاذ الوقت قبل الوصول إلى اتفاق بخفض إنتاجها تعهد الرئيس المكسيكي بإعادة إحياء الإنتاج في شركة النفط المملوكة للدولة المعروفة ببيتروليوس مكسيكان أو باميكس المكسيك أمام هذه الضمانة تعطيها ورقة رابحة تمكنها من المقايدة والمفاوضة في أسعار النفط خلال الأزمة المالية 2008-2009 حققت المكسيك عوائد وصلت إلى خمسة مليارات ومائة مليون دولار من بيع النفط رغم هبوط أسعاره هذه العوائد بلغت مليارين وسبعمائة مليون في 2016 وكانت قد بلغت نحو ستة مليارات ونصف مليار في السنة الأسبقة في تاريخيا هذه الضمانة تعطي مائتين وخمسين مليون برميل ما يعادل حوالي جميع صادرات البلاد أما الضمانة لعام 2020 التفاصيل بشأنها لا تزال غامضة ولم يتم الإفصاح عنها إلى أي مدى مهمة المكسيك في تصدير النفط وفي سوق النفط إنتاجها يبلغ مليون وسبعمائة ألف برميل بلغ في يناير 2020 حجم مخزونها النفطي حوالي سبعة مليارات برميل في عام 2019 أما أرقام 2020 لم تصدر بعد ومن المتوقع أن تصدر في أبريل الحالي وهي تحتل المنطقة أو المرتبة الرابعة عشر عالميا عالميا بين المنتجين منتجي النفط في العالم ولكن أين تتجه صادرات النفط المكسيكية إلى أمريكا الشمالية 57% منها إلى أوروبا 17% منها فيما يتجه 26% من هذه الصادرات المكسيكية إلى الدول الأسيوية ترجمة نانسي قنقر